الزملاء والأصدقاء في كل مكان في كل زمان والإخوة والأخوات في كل زمان في كل مكان بنحييكم بكل تحية بتحبوها صبع الخير مساء الخير السلام عليكم تمنى لكم يعني حياة هانئة سعيدة وإحنا مع اليونان ومع تركيا ومع لبنان في الحرائق اللي بتدمر الغابات ربنا يجعل لها نهاية قريبا إن شاء الله اليوم احنا بنتكلم عن احتفالنا بالعام الهجر الجديد والحاجة التانية هذه المنظومة اللي انا كتبتها منذ 8 أو 9 سنوات من قبل والعلاقة بين الحمار والزبالة والرموز والمبضرة من جهة والرموز والمبضرة من جهة والحمار والزبالة ده أنا ما كتبته من 2012 و2013 بنشكر الأستاذة آية أبو زينب على العرض الفني اللي هي عملته في الشرايح أما بالنسبة للصورة اللي أنا رسمتها أمامكم دي فأنا هتشحى فيما بعد لكم جميعا أيضا أنا بشكر الفيسبوك اللي دائما بيبعث لي الكلام اللي أنا كتبته من سنين وطبعا اليوم أنا هتكلم على ثلاث رسائل أنا كتبتها ما بين 30 يوليا 2012 و30 يوليا 2013 والنهاردة 3 أغسطس 2021 بأعيد سياغة مثل هذه الكلمات التي كتبتها من قبل دائما أنا كتبته في 30 يوليا 2013 و30 يوليا 2012 أول حاجة في الرسالة دي كتبت فيها الوطن فوق الجميع بلا جدال وبلا منازع شاية التنزيل عليها والعملية أصبحت زبالة يا رجالة يعني إيه زبالة يا رجالة في الوقت ده حتى الزبالة حرمنا منها الحمار وحرمنا منها الشباب اللي كانوا بيجمعوا الزبالة من البيوت بتاعتنا وتعودنا عليهم لعشرات السنين وبدأنا نفكر نين خص خصها عشان نديها لشركات أجنبية يعني أنا كنت متذكر وأنا في سنوي أو في الجامعة كان بيجي الأخ اللي بيجمع القمامة ده كل يوم ساعة سبعة صباح وقت محدد مع العربية ومع الحمار ياخدوا زبالتنا ويحطوها مقابل خمسة وعشرين أجل في الشهر اللي كتلت وبقت جنيه في الشهر أسف للأسف إحنا حرمنا الحمار وحرمنا القطاع الكبير اللي كان بيستفين من جمع القمامة ده تعرفوا صناعة جمع القمامة فيها الحمار فيها من يصنع عربية القمامة من الأيدي العاملة الوطنية فيها الشاب الذي يجمع القمامة وفيها الأماكن اللي بتجمع فيها القمامة هذه أربعة وفيها ناس بيحاولوا يصنفوا ويجمعوا ما في القمامة وفيها بعض الحيوانات كالخنزير أو الخنازير اللي كان بتأكل من القمامة دي كلها فكان في صناعة مجتمعية حول جمع القمامة من المنازل في الوقت ده لكن القطة السمان هم أرادوا أنها تباع مثل هذه الأشياء لشركات أجنبية علشان يحصل فيها ما بسميه العمولات اللي نتكلم معنا فاستبدلناها بما فيها ما بسميه ما فيا الزبالين ما فيا الزبالين من أصحاب رؤوس الأموال والخبراء والمهندسين وموظف المحليات وغيرهم من القطة السمان فلا يجمع هؤلاء الزبالين اللي هم القطة السمان القمامة بيجمعوا بيجمعوا الفلوس بعد الناس فأنا تذهب هذه الأموال ألم يكن حماري أولى بكل هذه الأموال لإخلاصه وحرصه على أموالنا وصحة أبنائنا ونهيت الكلمة بكلمة اسمها عجبي يا هريدي فردت عليها مسعيدة لا رد عليها هريدي قال لها صح يا مسعيدة يعني مسعيدة هريدي كان بيكلمه بعض في الوقت ده أنا كنت معجب جدا بأغنية بأغنية الأستاذ الفنان سعد الصغير اسمها بحبك يا حمار كانت من أشهر الأغاني في هذا الوقت وإلى الآن من أشهر الأغاني وكان فيه قصيدة قالتها امرأة شاعرة اسمها برضك بحبك يا حمار حتى لما أنا جيت وأنا كنت من الناس القراء لتوفيق الحكيم وكنت معجب جدا بسرده السينمائي الروائي وسرده القصصي الروائي في قصة اسمها حمار الحكيم حمار الحكيم ده لأن توفيق الحكيم كان نائب وكان نيابة في الأرياف كان بيتنقل بالحمار ما بين قرية وقرية إلى آخر فلما عملت هاشتاج ليا سميته حمار الحكيم انتقادني بعض الناس وقالوا أنت بتقول ده بتشير إلى أحد الرموز أو الساسة أو القادة أو الرؤساء أنا أحب أنا أحب توفيق الحكيم وأسمي هاشتاج ومع ذلك أنا وقفت هاشتاج عشان ما زعلش هؤلاء الناس وتذكر أيضا الحوار من الجحش وابن الحمار الجحش كل واشرب وتمتع ولا تسيء الآخرين كما يسيء البشر للآخرين ده كان أول رسالة أنا عملتها بتشير إلى الفساد اللي كان بيمنع صناعة وطنية وكان من حقهم أنهم يطوروا من تأذية الصناعة الوطنية إلى صناعة جمع القمامة ويحولوها إلى منظومة يستفيد منها عشرات الألاف إنما يكون ملايين من الشباب اللي بجمعوا القمامة دين أمرة واحد أما الصورة اللي أنا رسمتها منفعلا بهذا فيها كذا مكون زي ما أنتم شايفين فيها الأربع وجوه البيضاء دي المزينة المزخرفة التي ترتدي الملابس الغالية والدهب إلى آخر إلى آخر إلى آخر إلى آخر إلى آخر اللي هما دول الرموز اللي منعذرين تماما عن مجتمع الشعب ونسايفين الشعب المطحون اللي هو عايش تحت عربات جمع القمامة أو عايش تحت أرجل الحمار أو عايش أمام الحمار ولا يستطيع أن يعيش كالحمار في هذه المجتمعات هؤلاء هؤلاء في فاصل كبير جدا منهم وبين المجتمع أو بينهم بين الشعب أو بينهم معاناة الناس هم يعتقدون أنهم رموز وهم قادة ولكنهم لاسوا برموز ولاسوا بقادة اللي هما اللي فوق دوله المكون التاني في السورة هي الحمار اللي هو والعربة وإنهم تقدر قصة بتاعتهم اللي هما بيعانوا علشان ينظفوا المجتمع من وسأخه ومن قمامته أما المكون التالت في السورة فهو اللي هو الشعوب زي ما أنتم شايفين أبناء المجتمعات يعانوا معاناة أشد من معاناة الحمير والنذين يجمعون الجباب ليه لأن الفساد المنتشر في مثل هذه البلاد جعل الشعب يعيش عيش أسوأ من عيشة الحمير أو المكون الرابع هو المناخ الذي يحيد بكل مجموع من هذه المجمعات فنجد أن هؤلاء الرموز اللي هما موجودين وقدمنا فوق دول المناخ اللي حواليه من مناخ الدنيا ربيع والجابة ديع والشمس طلعة والناس مرتاحة شخصيا الفلزلك هو يعني مش عايشين في المعاناة اللي يعيش في بقى الشعب أما المناخ المتقلب للشعب اللي عايش تحت أرجل الحمار وتحت أرجل العربات القمامة أو جمع القمامة ففي مناخ لونه أزرع ومناخ لونه أحمر ومناخ لونه بنفسجي لأخير اللي اللي مش عارفين يتمشوا مع منظومة الفساد اللي موجودة في البلاد وده مفهوم الصورة اللي أنا رسمتها بإمكانيات البسيطة النقطة الثانية حنتكلم فيها وده برضا كرسالة اللي عملتها في نفس التوقيت في 30 يوليو 2012 في 2013 منهم الرموز السياسية والدينية في الوقت ده إلى يومنا هذا الرسالة كانت لقد احترق غالبية هؤلاء وسقط ورق التوت عن العديد من عورته فأصبحه فأصبحنا نرى عورته والأسف أصبحنا نرى عورته ليه؟ لأنهم أساءوا لأنفسهم نمر واحد وللمجتمع نمر اثنين وللتاريخ نمر ثلاثة وفي مقدمة هؤلاء بجدارة ووقاحة الإعلاميين والمثقفين والمفكرين لأنهم يخرجوا بكلمة اليوم أو برأي اليوم يغيروا بكرة ويبدلوا بعد بكرة ويجيبوا غيره وهكذا وينسوا أن كل شيء الآن من زي مناخ الخمسينيات والأربعينيات التواصل الاجتماعي أصبح يجعل من الفرد قادر على أنه يتابع ما قال له هذا الرمز أو هذا الزعيم أو هذا القائد ولم يدرك أنه قال هذا فكل هؤلاء بدأت كل أولاء تسقط عنهم ويسقطت فعلا وفجعنا في كثير منهم دي نمر واحد البديل هو البديل مدني البديل المدني هو أننا نختار قيادات جديدة غير هؤلاء غير هؤلاء اللي سقطت عنهم ورق التوت ونبني رموز وطنية فاعلة ونحدث ثورة أخلاقية قيامية يعني ثورة أخلاقية مبنية على القيم خاصة داخل داخل المؤسسة الإعلامية اللي هي أصبحت أسوأ وأسوأ وأسوأ من صحرة فرعون حتى أن صحرة فرعون أمنوا بموسى لما شافوا أن قدرة موسى أو قدرة إله موسى تتعدى بكثير قدرتهم على السحر والشعوزة وأننا في نفس الوقت وإحنا بنعمل ثورة أخلاقية داخل المؤسسة العالمية إن إحنا نجعل المؤسسة العسكرية والأمنية والدينية مستقلة ولا تدار ولا تسيس من خلال الحكومة أو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة تبقى هي وأسد وغيرها يعني عندها استقلالية إنها تراجع وتتابع ما تقوم به الحكومة وما يفعله الزعيم الخالد أو الزعماء الخالدين إلى آخر في نفس الوقت كان فيه موجة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ودي مرحلة أولى مش كل الحل يعني أنت أول خطوة في الإصلاح إنك بتعمل انتخابات في أي مكان في العالم بحسب فيه تغيير اجتماعي إلى آخر لكن المراحل التي تولت المدى هي استقلال لما قلت مؤسسة العسكرية أمنية الدينية ومؤسسة القضاء والإعلام خمس مؤسسات يكونوا مستقلين تماما عن الجهة التنفيذية اللي هي الحكومة فلا يتحكم فيهم الرئيس أو زعيم أو رئيس وزراء أو وزير إلى آخر حسب هوا وحسب فهمه طيب فيه أيضا جزء من الحل بعيد المدى اللي هو بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية وتقوية قطاع المدني المؤسس وابناء مؤسسات برلمانية وشبابية فاعلة واستقلال مؤسسة الدينية لما أنت قبل كده وتأسيس ما نسميه حاجة جديدة دين عملتها من عندي وحشرح لكم دلوقتي انتهاكت النهج ينفذ في بعض دولة أوروبية وخاصة في بريطانيا اسمه مؤسسات الدولة المجتمعية المستقلة يعني ايه مؤسسة الدولة مجتمعية وفي نفس وقت هي مستقلة عن الحكومة يعني معناها ايه معناها اننا بأنشئ مؤسسة للدولة هذه المؤسسة تتبع من يحاسبها والذي يحاسبها هو البرلمان وليس الحكومة نفسها وعندنا مثلا هنا واضح جدا في بريطانيا هو المفوض العام من تسجيل الجمعيات الخارية يعني بياخد فلوسه ومدنياته من الحكومة لكن الذي يتبعه وتبع عماله هو البرلمان نفسه فلذلك احنا عايزين نطلع نهج جديد لمؤسسات جديدة مستقلة نسميها مؤسسة الدولة المجتمعية تراعي مشاكل المجتمع المستقلة زي في الزكاة والأوقاف لا تتحكم فيهم جهة معينة وزي القضاء والإفتاء إلى آخر وغيرها 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 ده اللي هو مجتمع المدينة طيب لكن لو الرموز دي غابت هنعمل ايه احنا مش هنعرف نعيش من غير رموز أنا مرة كنت أبدأ محضرة في 2012 سأمت فاكر إمتى يعني في المجلس الأعلى للرياضة والشباب في الجزيرة وكان حاولي القاعة مليانة في أكثر من 300 شاب وشاب مجرد أن أنا قلت كلمة رمز القاعة قلب صفير وكذا وكذا لهم حسوا أنه كل الرموز فسدة كان عندهم أنا حاولت أخف في وط هذه رد الفعل ده وقلت لهم طب نهدى شوية ونشوف هل واحد زي مصطفى كامل رح مطلع عليه أو محمد فريد رح مطلع عليه أو سعد زغلور رح مطلع عليه أو أو إلى آخره ده الرموز مجتمعيين قالوا آه طب هل ده الفسدة قالوا لا مش فسدة يعني مش كل رمز نقول عليه رمز هو فاسد أو مصلح فلذلك إن غابة الرموز دي وسقط الخلاة إيه هو البديل الشارع هو البديل بمعنى إيه الشارع بيصنع القيادة وبيصنع الرمز المجتمعي منين من القيادة الشعبية بيقبلك إنك تكون رمز بيقبلك إنك تكون إيه قائد حتى ولو إحنا تحكنا على الشارع لمدة شهر وشهرين وسنة وسنتين زي ما حصل في المجموعة اللي أنا كلمت عنها قبل كده اللي سقط عنها ورقة توت واتحرقت ماضيهم وتريخهم وهنا أقول إن المنظمات والقدر وإن المنظمات والقدر القادرة على تحريك الجماهير هي نفسها القادرة على إبراز الرموز وأفراز القيادات الشعبية ده بيخوف بالناس خوف كثير من الناس يقول لك لا لا مش عايزين ده تكننا بأنهي هذه الفقرة أقول التفاؤل دايداننا والبناء روحنا والمشاركة المجتمعية وسيلتنا ورضاء الله ورسوله غايتنا المرجوة يبقى هنا في التفاؤل وفي بناء وفي مشاركة وفي رضاء وفي دايدان وفي الروح وفي الوسيلة وفي الغاية فعلينا يا شباب إن إحنا ألا نفقد عنصر التفاؤل مهما كانت الظروف طيب النقطة أو الكلمة التي أكتبتها في 2013 أو 2012 هي ما معنى المبادرة لأنني في الوقت دا كنت أجد كثير ممن يسمون نفسهم زعماء ورموز إلى آخر يقول لك لعندي هو مبادرة ويروح هو الحزب بتاعه أو هو الجماعة بتاعته يطلعوا يعملوا مؤتمر صحفي يقولوا مبادرة لوحدهم دي مش مبادرة دي إرهاصة فكرية يعني إيه المبادرة اللي أنا كتبتها وعملت لها تعريف في هذا الوقت هي عمل نقوم بي نقوم يعني مجموعة تقوم بي لوضع حل ناجح لمشكلة مجتمعية أو إنهاء أزمة عادة لأي مشكلة مجتمعية إيه بقى شروط نجاح المبادرة دي اللي أنا كتبتها من 8 و9 سنوات أول حاجة يشارك فيها الجميع والعديد متبقى شعن واحد فقط ولا يستأثر بها أحد اتنين لا تنسب لزعيم أو فصيل أو حزب أو جماعة دينية تنسب للمجموع كل الشعارات موجودة كل المشاركين موجودين لا تتحول لمؤتمر صحفي أو بيان إعلامي أو سبق مجتمعي سياسي أبدا المبادرة عملها ما كانت كده لا تنسب للجميع كل من شاركوا فيها من وقت ما فكر فيها حتى ولو كان من فكروا فيها هم الأوائل فيعطونا مثل هذه الفكرة للجميع الشركاء لهم ننقشها مع بعض حتى شوف أنا أخدكم من أبعد الحدود إزاي ممكن ننقشها مع الأفطراف المتخصمين معهم شوفت أنا وصلك الفين ممكن ننقش هذه المبادرة مع من نحن متخصمين معهم قبل منعنا على من يقودها ناس تتفق عليها كل أطراف مش بس يكون أشهر واحد من حزبي أو من جماعتي أو من جمعيتي أو من فصيلي يتعرف كل أطراف على إيه على أبعاد حدود المشاكل وأبعاد حلول هذه المشاكل يجب أن يكونوا عارفينها وما سيخش معنا إزاي في المبادرة توضع عليها معايير نتوافق عليها ونحتكم إليها حينما نختلف قبل ما نطلع برا نقول لها المعيير بتاعتنا كذا واحد اثنين ثلاثة خمسة عشر وتفسيرها كذا علشان ما نطلع ما نخدش يفصل المعيير على مزاجه دي نعم رأي 8 9 يكون نها برنامج زمن محدد ما فيش مبادرة كذا مفتوحة إلى الأبد أبدا فيش مبادرة مفتوحة إلى الأبد نعم رأي 10 فيها قواعد التفاوض مبادرة لأنها تفاوض والتفاوض ده بيكون فيه أساسيات ومبادئ إيه الأساسيات أول حاجة كن فيه شفافية عندنا كن فيه احترام وتقدير ده مبدأ تاني كن فيه مساواة مبدأ ثالث كن فيه تمكيم مبدأ رابع كن فيه مشاركة مجتمعية مبدأ خامس كن فيه تكامل بين وجهات نظرنا وجهات نظر الآخرين نكون منملي فيه الثقة بيننا وبين الآخرين وجسل التعاون ستة وسبعة كن فيه التزام بإيه بالقيم والأخلاقيات الوطنية والثقافية والدنيا والتاريخية وأهم نقطة اللي وجز من مكتسبتنا من أجل الوطن ومن أجل المصطح العام أو غير ذلك أنا حطيت العشر نقط دول لما شروط لأساس لنجاح أي مبادرة نعملها أما ممكن تعني خمس شروط عشر شروط عشر شرط أنت حرين أما ما يحدث في أوطننا من مجهودات مخلصة مش مبادرة فمنسميها اكتهاد في الرأي وفرقعات إعلامية ولاس المبادرة والآسف ولاس المبادرات والآسف المبادرات يحصل فيها التوافق مع الشركاء جميعا قبل أن يعلن عن المبادرة طيب أنا بقى بعد ما قلت اتكلمت على الثلاث كلمات اللي أنا حدثت عنهم دول بأضيف عليهم حاجة تانية بقى حوالي كم نقطة سبع نقاط سبع نقاط أول نقطة ودي موجهة للرموز الدينية رموز السياسية رموز الاجتماعية الإعلامية الأمنية العسكرية التشريعية القضائية القانونية التركية العالمية بعد تسع سنوات هل تعلمنا الدرس هل تعلمنا الدرس أم لم نتعلمه أما زرنا ضي طور الساقية الثور اللي بيغموا عنيه ويلف حوالي الساقية عشان يطلع المية من البير أو من الترعة دين مرة واحد هل تعلمنا الدرس دين مرة واحد هل عرفنا قيمة الوطن بعد ما رأينا بعد ما رأينا وحدة المجتمعات التمزق زي ما احنا شايفين في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا ويصبح الملايين من أبناء هذا الوطن مشردين داخل الوطن نازحين أو لاجئين خارج الوطن في الدول الأخرى هل عرفنا قيمة الوطن الآن هل وعينا كيف تمس أعداء الأوطان تاريخ وحضارة وقيم وثقافة وأمجاد أسلفكم وأسلفنا كيف أقناعهم المثقفين المفكرين اللي يزنين تقولون أنهم تنويريين منا بأننا شعوب متخلفة بربرية تعشق الدم وتحارب الحضارات المدنية وده مهم جدا 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 تمس التاريخ والحضارة والقيم والثقاف والأمجاد وأقناع بعض الأفواه التي لا تتمثقفة ولا مفكرة ولا تنويرية بأننا شعوب متخلفة بربرية تعشق الدم وتحارب الحضارات والمدنية نمرا أربعة هل أدركنا بعد 8 أو 9 سنوات أن هذه الكتابات كيف جعل أعداء الأجيان في أعداء للدين في أعداء الإنسانية كيف جعل أعداء الأجيان هؤلاء ديننا الحنيف هو المصدر الأول لإيه للتطرف والعداء والصدام والنعزال والدموية والإرهاب وذلك والأسف 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 ما يتردد على لسان البلهاء من المسؤولين المنسوبين لدى هذا الدين الحنيف مما جعل أبناء الديانات الأخرى يخشوننا ويخشون تعاليم ديننا الحنيف والذي هو وأثر على هو الآن 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 الخلاص الخلاص وبعزة وبعزة وبإيمان وبيقين الخلاص الوحيد لما تعانيه البشرية الخلائقية من ويلات ما صنعته حضارات هؤلاء اللي فيه الإقصائية العنصرية المتطرفة والإرهابية وانظروا لما حدث في الكونغو وانظروا لما حدث في الشاد وانظروا لما حدث في مالي وانظروا لما حدث في الهند وانظروا لما حدث في وسط أفريقيا إلى آخره إلى آخره إلى آخره دي مربعة هل فقهنا أين يكمل الخطر ومن أين تأتينا تسناميات هذا الخطر المدمرة ومن هم صناعة هذه تسناميات المجتمعية هل فقهنا فقهنا أيها المثقفين الرموز القادة إلى آخره هل استدركنا ماذا مفهوم مفهوم إيه كلمة النفاق والمنافقين عرفنا معناها والذين هم أشد عداوة للإنسانية وهم الذين في الدرك الأسفل من النار وهم وقول النار وهم من أصبحنا نتبعهم شبراً بشبر وذراعاً بدراع حتى لو سلكوا جحر دب سلكناه خلفهم هل استدركنا مفهوم كلمة النفاق ومن هم المنافقين هل آمننا ودي مهم جداً أن أول الأسباب لكل هذا الخلل فين يقع في داخلنا نحن نمرة واحد في أنفسنا التي بان جانباتنا والأمارة بالسوء والدافعة لنا لتمزيق مجتمعتنا وتشهيد أهلنا أنفسنا من النفس الأمارة بالسوء إلا من رحمة ربي به أن الجهل الذي أحاط بمثل هؤلاء الرموز أو هاتيك القيادات والذي أحاطوا به البسطاء من أبناء مجتمعتهم وأيضاً أحد هذه الأسباب الرمز والقائد جهلي جهال لكنهم أحاطوا البسطاء بجهلهم وغيهم نمرة ثلاثة في الخلل أو أسباب الخلل أن أهل عرفنا أن الفقر والمرض والجوع والحرمان هم النتاج الحقيقي والفعلي للفساد في المجتمعات على مستوى الدولة على مستوى الحكومة على مستوى المجتمع على مستوى كل التشكريات في المجتمع أن العدو الأول للأوطان يا شباب ليس خارجها بل بداخلها وبين ظهرانيها ومتربع داخل أفئدة صرائر بصائر ضمائر المرضى من رموز هذه الشعوب وهم يسمعون ويبصرون ويدركون ما سوف تقول إليهم إليه الأمور فلولا هم هؤلاء الرموز الفسدة ما تطول على هذه المجتمعات أو عليهم هم حتى هؤلاء المنافقين من أعداء الإنسانية وقعلوهم عبيداً لهم وخدماً لهم قد يكون رمز مجتمعي أو تكون رمزاً مجتمعياً في بلدها ولكنها خادمة وجارية للآخرين لماذا يحدث كل هذا لأن مثل هذه الرموز قد خانوا البلاد كذبوا على العباد اضطهدوا الولاد شردوا أصحاب الرأي والحجة والمنطق من معارض الفساد واعتقلوا وعذبوا وقتلوا كل من سورت لهم أنفسهم بالدفاع عن البلاد وأصبحت مهمة أعداء الوطن الخارجيين من المنافقين أكثر سهولة مما توقع المخطسون وعلموا أن أعداء الوطن من الخارج يتمتعون بقمة النفاق قمة النفاق ولن يفيدوا وطنكم بل يفيدون أنفسهم ووطنهم فقط على أشلاء ما تبقى من أوطنكم فذلك هو الدور الذي ما فتئ فذلك هو الدور الذي ما فتئ أن يقوم به الخوانة من المارقين من أصحاب الهوى الأذلاء الساقطين الذين يبعون دينهم ووطنهم وعرضهم مثال من المهين أولها ثاني دين لأن هؤلاء لأنهم خانوا البلاد كذبوا على العباد اتهدوا الأولاد شردوا أصحاب الرأي والحج والمنطق أعداء الوطن الخارجيين من المنافقين بالدفاق واعتقلوا وعذبوا وقتلوا كل من سولت لهم أنفسهم بالدفاق عن البلاد وأصبحت مهمة أعداء الوطن الخارجيين من المنافقين أكثر سهولة مما كان يتوقعوا المخططون فذلك هو الضور الذي ما فتئه أن يقوم به الخوانة من المارقين من أصحاب الهوى الأذلاء الساقطين ذين يبعون دينهم ووطنهم وعرضهم بثمن مهم إيه الحل بقى بعد كل كل هذا أول حاجة خلني أكون صريح معكم بعضكم قد يعتقد أنني رجعي قد يعتقد أنني متخلف قد يعتكم أنني متحقر مفيش مشكلة أنا ليس دفاعا عن نفسي بل إيمانا بعقدتي وقيمي وثقفتي ودي قناعتي كل واحد يتحدث عن قناعته وعن إيمانه فإن كان لكم قناعة وتريدون أن تغيري قناعتي لأتابع قناعتكم فتعالوا وأقنعوني وأنا مستعد لهذا الحل يا شباب هو كالتالي من حقكم كشباب علينا أن نستمع لحلولكم وآراءكم فالحل يقع في الدور الذي سوف يقوم بيه هؤلاء لنحذكرهم حل سيكون مسؤولية كل واحد من هؤلاء أول واحد هو الأشخاص أنا وأنت من الواطنين لن يقع أنا من العبء الأكبر والأول اتنين الأسرة لالزوج والزوجة للمحضن الأول لبناء الوطن الذي ترجع المواطن القيم والأخلاق والثقافة والسياة العقيدة والدناء والأخلاق الكريمة التي تتحارب الآن في ماذا في محاربة تكوين وبناء الأسرة وضع مناهج لأحداث أسر بديلة كالأسر التي الزوج امرأة والزوجة امرأة أو الزوج رجل والزوجة رجل إلى آخرين أو كالسماح لممارسة العلاقات بين النساء والرجال خارج إطار الأسرة لكي لا يتحمل نتيجة هذه العلاقة الرجل أو المرأة تحارب الأسرة حرب دروس والأسرة هي المحضن الأول المحضن الأول لبناء المواطن فلا تردع القيم والأخلاق والثقافة وأساسات العقيدة والدين والأخلاق الكريمة العين الكريمة اللي هي في الأب والأم والجد والجدة والقال والخال والعم والعم وكلها والناس والجيران والأحباب إلى آخر المتاتة أربعة المدرسة والمدرس اللي بيعلموا الطفل إيه؟ قيمة العلم والتعلم الوطنية والانتماء الحرية والإخاء العدل والبناء المؤسسات الدينية المستقلة لا تسقل في أخلاق المواطن والمواطنين والشباب والأطفال مكالم الأخلاق البذل والعطاء التعلم من النجباء ونستداء بهدي الرسل والأنبياء كل دول مسؤولين المفكرين إحنا عايزين المفكرين وعايزين منظرين وعايزين رموز وعايزين إعلاميين وعايزين قادة وعايزين سياسيين مجتمعيين فننين وأدباء وشعراء وكتاب صحفين وغيرهم اللي باستطيعون أنهم يتبوؤوا الملاكز المرموقة وعطوا المنصف المنصف وتصدر المواقف كلهم دور في حل مثل هذه المشكلات ليس تتوي أو تغييب أو إضلال الشعوب والمجتمعات لما سابعة الفلسفة المنهج الفكري لمؤسسة الدولة والحكومة وخاصة في التعليم فالمنهج ده لابد أن يكون موحد لأتر قيم وثقافة وأخلاقيات المجتمع اللي احنا منعيش فيها لما تمانية القطاع المدني المستقل وجمعيات خدمية توجيهية تأصيلية تشريعية حقوقية المدافعة مقدرات وحقوق كافة التشكلات الاجتماعية لما تسعى مؤسسة الدولة المستقلة عن الحكومة التنفيذية لابد المؤسسة يكون مستقلة عن الحكومة التنفيذية لا يتحكم فيها رئيس وزراء ويتحكم فيها رئيس دولة ويتحكم فيها وزير ويتحكم فيها أمير أو ملك أو إلى آخر ليه لأنها تراقب أداء الحكومة تكون مستقلة عن كل هؤلاء من المؤسسة من المؤسسة عن هذا عن هذا السبيل ستجدوه وأهل مكة أضرب شعبها ولا يفت ومالك في المدينة وسألوا أهل الذكر زي وقال الله سبحانه وطعالى في سورة التاب 122 وما كان المؤمنين لينفروا كافة مش كلنا نخرج مرة واحدة كده هزع لا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فرقة وطائفة فرقة وطائفة يتفقاوا في الدين ولينزلوا قامهم إذا رجعوا إليهم على المهند فأنتم يا شباب أهل مكة وأنتم يا شباب مالك في المدينة وأنتم يا شباب أهل الذكر وأنتم يا شباب هذه الطائفة فأنتم أهل مكة وأنتم مالك رحمة الله عليه وأنتم هذه الطائفة وأنتم أهل الذكر كمان إيه بقى دوركم أنتوا بعد ما أصبحتم مالك وأهل الذكر وأهل مكة وهذه الطائفة أول حاجة الحرص الشديد والتضحية من أجل التعلم كافة أنواع العلوم والتخصص فيما تريد أن تتخصص فيه دي نمرة واحدة نمرة اتنين إن خطاعة إن خراط إن خراط في كافة الأعمال التوعية الخدمية لتسقط لتسقل لتسقط لتسقط قدراتك القيادية في المجتمع نمرة تلاتة إن عمل على الكسب والعمل الشريف وإن وإن تجدوا كسب وعمل الشريف داخل مؤسسات الحكومة فعليكم أن تصنعوا مبادرتكم تدينوا مشاريعكم تؤسسوا شركتكم لتكونوا أنتم جزءا من بناء الاقتصاد الوطني لأوتانكم سواء كان اقتصاد رسمي أو اقتصاد غير رسمي نمرة ربعة إنكم تحرسوا على بناء الأسرة علشان يرضى عنها أنبياءكم ورسلكم وربكم سبحانه وتعالى نمرة خمسة ليس كافية أن تجعلوا لكم هدفا أو أهداف في الحياة بل عليكم أن تجعلوا لكم خرائط طريق لتحقيق الهدف رفقاء مسيرة لتحقيق الهدف حملة مسئولية لتحقيق الهدف دعاة رسالة نشر أسباب ونشر الهدف وهداف الهدف النتائج المرجوة من الهدف منقذ مهمة لتحقيق الهدف وحمية أمة لتحقيق الهدف أو الهتاني ليس كافية أن تجعلوا لكم هدفا أو أهدافا تحقيقونها في الحياة بل جعل لكم خرائط طريق لتحقيق الهدف لذقاء مسيرة لتحقيق الهدف حملت مسؤولية تحقيق الهدف دعاة رسالة تحقيق الهدف منقذ ومهمة تحقيق الهدف وحمية أمة ست مكونات علشان تحقيق الهدف معكم علامي شباب أن الأمة لا تبنى بالانفعالات ولا بالارهاصات ولا بالتخبطات ولا بالعشوائيات بل تبنى بالتضحيات السجالات والمساجلات المبادرات المحاولات بناء التحالفات والشراكات وتكثيف التواصلات مع ابناء المجتمعات هكذا تبنى مش فصيل واحد مش كتلة واحدة مش شخص واحد زعيم خالد لا تذكروا يا شباب حاجات احنا تعلمناه و احنا صغيرين ما تعلمناه ما تعلمناه في الصغر ما حكى جلدك مثل زفرك فتولى انت جميع امرك دي نمرة واحد العلم في الصغر كان نقشع الحاجة دي نمرة اتنين علم ابنك لجيلي مش لجيلك انت دي نمرة ثلاثة شباب اليوم هم رجال الغد دي نمرة اربعة من علمني حرفا صرت له عبدا دي نمرة خمسة قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسوله دي نمرة ستة الام مدرسة اذا عددتها عددته شعبا طيب الاعراق دي نمرة سبعة النساء شقائق الرجال دي نمرة تمانية مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة دي نمرة تسعة العدل اساس الملك دي نمرة عشرة الناس سواسية كاسنان المشط الواحد لا فضل العربيين على عجمين الا بالتقوى دي نمرة عشرة اسمعوا واعطيعوا وانستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسها وزبيبة نمرة 11 حب الوطن فرض علي افديه بروحي وعني نمرة 12 كل مشكلة لا حل نمرة 13 ويحلها الحلال نمرة 14 والصبر ومفتاح الفرج نمرة 15 كل هذه الأشياء تعلمناها واحنا صغار فتعلموها وأنتم كبار شباب فاهمين واعين يا الشباب عشان أختم نعلم جميعا أن أكثر المشاكل المعقدة المركبة أن حل أكثر حل 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 أكثر المشاكل المعقدة المركبة أبسط مما تتخيلوه وأسهل مما تتصوروه وأرخص مما توقعوه يبقى حل المشاكل دي كلها أرخص وأبسط وأسهل مما تخيلوها توقعوه لكن بشرط الإيمان الإيمان بإيه بالوطن والمواطنين دي نمرة واحد نمرة 2 أن يكون هذا الحل نابعا من إيه من ثقافة احتياج أبناء هذه البلاد وليس مستورد وليس من حلول الغريبة المستوردة دول أسلهم عملوا كده في الدولة دي أنا مالي أنا عندي أنا وطني وثقافتي وقيمة تفرض علي أن أعمل حل وطني أن يكون حل نابعا من ثقافة احتياج أبناء هذه البلاد وليس من الحلول الغريبة والمستوردة أن يكون العاملين على هذه الحلول نكلم عنها دي كلهم أنا وأنت عايزين نعمل حل يكون عندنا رؤية ثاقبة خطوات مدروسة فترات زمنية مقدرة في مراحل متتابعة محاولات مثابرات استبارات وتحمل مشاقات مش أي كده واحد بيعمل فزع ويقوم ونط وكذا وكسر لا مش هيعمل حل عمره ما هيعمل حل أولها تاني فلنعلم جميعا يا شباب أن حل أكثر المشاكل المعقدة المركبة أبسط مما تتخيلوه وأسهل مما تتصوروه وأرخص مما توقعونه ولكن شريطة نجاح هذه الحلول هو إيه والإيمان بالوطن والمواطنين وأن يكون هذا الحل نابعا من ثقافة احتياج أبناء هذه البلاد وليست من الحلول الغريبة المستوردة والمستهجنة وأن يكون للعاملين القائمين على هذا الحل رؤية ليس حل مغير رؤية ساقبة خطوات مدروسة فترات زمنية مقدرة في مراحل متتابعة ومحاولات ومصابرات واستبارات وتحمل للمشاقة وأختم بما قاله الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم والبيت الرسول عليه وسلم والصحابة أجمعين قال إيه سمعوا بقى ما قاله الإمام علي رضي الله عنه كرم الله وجهه وعليه السلام وعلى رسولنا والبيت الرسول عليه وسلم السلام أفضل السلام وتم تسليم قال إيه لن يقاسمك الوجع صديق يعني أنا بتقلم في قلبي في لجلي في كبدي في معدتي في كل وقت مفيش حد حيشاركك فيه ولن يتحمل عنك الألم حبيب مفيش واحد حبيب حتقولي طب خد حبة ألم أنا عندي ألم 24 ساعة طب حتخدني منهم ساعتين مش هتحمل عنه وعند كان أحب الناس إليك ولن يسهر بدلا منك قريب عشان يدور حل أو يعاني من الألم اعتني أيها الإنسان أو يا شاب نفسك واحميها من نفسها بعض الأحيان ممكن أن تدللها حلالا ولا تعطي الأحداث أكثر مما تستحق عشان تمشي الأمور للأمام رضي الله عنك يا سيد يا علي رضي الله عنك يا أمام علي رضي الله عنك تأكد يا أيها الشاب أنك حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك لن يرممك سوى نفسك وهذا ما حاضره مع الألمان وحاضره مع الألمان وإيه تاني يا ربي واليابانيين بعد حضب العالمية التانية وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك سوى نفسك لن يرممك لا تبحث عن قيمتك في أعلى الناس أبدا أسلم قالوا عليك كذا أبدا ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام وإذا ما عرفت نفسك لا يدرك ما يقيل فيك إذا ما عرفت نفسك وقدر نفسك لا يدرك ما يقيل فيك ماذا قالوا عن المريم العذراء عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا فيهم ماذا قالوا فيهم أشياء شائنة ماذا قال لوت في لوت عليه السلام أبنات لوت عليه السلام وماذا قالوا في كل الأنبياء والرسل عليه السلام لا تبحث عن قيمتك في أعلى الناس وابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام وإذا ما عرفت نفسك لا يدرك ما يقيل فيك لا تحمل هم الدنيا أيوة جميلة دي فإنها لله أولي خلقها وتحمل هم الرزق فإنه من الله دي من الاتنين وتحمل هم المستقبل فإنه بيد الله فقط احمل هم واحد فقط كيف ترضي الله لأنك لو أرضيت الله رجع عنك وأرضاك وكفاك وأغناء أقولها تاني تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك حين تنهزم لن ينصرك سوى أرضتك فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام وإذا ما عرفت نفسك وإذا ما عرفت نفسك لا يدرك ما قيل فيك لا تحمل هم للدنيا فإنها لله وتحمل هم الرزق فإنه من الله وتحمل هم المستقبل فإنه بيد الله فقط احمل هم واحدا كيف ترضي الله لأنك لو أرضيت الله أرضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناءك أشكركم يا شباب على حسن استماعكم وإزاكم الله خيرا أينما كنتم في كل مكان وفي كل زمان وأتمنى لكم حياة سعيدة هانئة بإذن الله سبحانه وتعالى ونراكم يوم الجمعة في الترجمة الإنجليزية لهذه المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته